اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حقوق الطبع والنشر طبعا مشان ما يأثر على الفيديو فانت لازم تدخل على خيار اضافي وبتختار اما عن طريق وتطبيقات جوجل او عن طريق نفس الجهاز او عن طريق ملفات الجهاز هون او عن طريق التخزين السحابة فبتختار الاغنية اللي بك تشتغلها لها او بتطبيق بعض هالآدادات بدايتنا راح ادخلها لهاي الاغنية اللي هي للشرح طبعا فرح اوقفها الآن فرح شوف انه عندي خمس خيارات الخيار الاول هو خيار الملقي او المطرب او اي امكان والخيارات الاخرى للموسيقى فرح اقوم بتقديم الاغنية شوي بحيث يطلع صوت مطرب فلو لاحظت معي انه شخص عم يغنيه موسيقى فرح اقوم باطفاء خيارات الموسيقى كلها وابقي خيار المطرب وشغل فرح شوف انه فقط شخص صوت الشخص والعكس صحيح لو اطفاءت خيار المطرب وشغلت الخيارات الاخرى خيارات الموسيقى رح شوف انه يبقى رح يبقى فقط موسيقى بدون اي صوت اخر فانت بعد ما تطبق الاعدادات شو الخيارات اللي بدك اياها بعدها بتضغط على ثلاث نقاط على اليسار بعدها تضغط على خيار تصدير وبتم حفظ اللغنية عندك في الهاتف هايه الطريقة جماعة من نستفيد منها ودنتون سالمين